حكاية محمد السيد ربنا يبرك له عايشنا النهارده فرحانين طيب مين محمد السيد بقى مين عشان تعرفه اكتر يعني محمد السيد بقى رحيته في لعبة السلاح وعنده ست سنين ست سنين يعني هو عنده ست سنين بيلعب اللعبة دي طيب هو واخد والده السيد سامي اسمه السيد سامي كدوة في اللعبة دي وهو اللي حببه في اللعبة وكان مدربه في اللعبة كمان لعبة السلاح وهو قرر انه يلعب ويتدرب تحت ايده الفترة اللي فاتت كلها وعلى فكرة لسه حتى هذه اللحظة والده هو المدرب بتاعه وبيتواجد في منصب رئيس لينة المدربين بالاتحاد العربي تقدر تعرف شخصية محمد السيد من البيو بتاعه على الانستجرام يعني بعد لما انشأ الحساب كانت الجملة اللي كاتبها او المتواجدة في انستجرام قالك انه هو طفل يعيش احلامه تعالى ورها لك ايه وحط قائمة بانجازاته في يعني ان هو مركز تاني اولمبياد تالت كاس عالم وهو موجود في باريس في الاولمبياد ومطلاته العديدة جدا حاجة تفرح نهارده قونت تفرق يا محمد السيد حسوا مش مجرد بطل رياضي انت حسوا اخوك صاحبك متعاطف معاه وانت بتتفرج عليه صعبان عليك الضغط النفسي والعصبي اللي هو فيه احنا كمان كنا في ضغط نفسي وعصبي كبير جدا بس الله يكون فعونه انت متخيل يعني ايه بطل مصري شايل هم نفسه انه ياخد ميداليا لنفسه انجاز شخصي مهم وشايل في ظهره اكتر من مئة مليون مصري قاعدين مستنينه ياخد ميداليا ده الواحد لو شايل ضغط خمس بنا قدمين في ظهره بيبقى تعبان ده شايل هم اكتر من مئة مليون واحد مستنيينه يخلينا مبسوطين وفخورين وراسنا في السماء شكرا للبطل المصري محمد السيد النهاردة فرحتنا وخلتنا مبسوطين وفخورين ان شاء الله ما يكونش البطل الوحيد في الولمبيات بطل مصري وحيد في الولمبيات ان شاء الله ابطال اخرين يحصدوا ميداليات